السلام عليكم شباب واخيرا لعبة جي تي اي سيكس راح تنزل روكستار نزلوا عرض ترويجي او ترايرار ماذا يسموني نزلوه حاليا راح نشوفه وياكم و بنفس الوقت امطيكم اشياء و اكشف لكم اشياء لأول مرة راح تشوفوها ونحلل اللعبة تحليل كامل قلمتكم التفاصيل اشتركوا بقناتي ونطولوا وفعلوا جرس الاشعارات وخلنبدي نشوف العرض الترويجي الاول اقصد يعني نشوف العرض وبعدين نحلل لكم اللعبة يعني نشوف البيانة والشي او نشوف الفيديو شوف قدامكم شباب هذا الفيديو العادي بدون لا تقليل الجودة او او تعديل ولا كل شي نشوفها هاي ابناء قاعدة بسجن وهذا بحر تمام احنا بعدنا ما محللينه ولا كل شي طبعا الجودة تخبل الجنن والله العظيم الجودة تجنن شوفها المدن هاي اكو طيور هاي المدينة من فوق هاي بحيرة من فوق تمساح شرطي هذا بدون ما نحلل ولا كل شي خلننشوف اول شي طبعا التفاصيل تخبل هاي قاعدة بسجن حلو طبعا شباب ركزت شوف قدمكم هذا الشعار ما اللعبة هذا الشعار ما اللعبة او شعار جي تي اي سيكس وما حطوا لحد السلسة اسمها جي تي اي هي بفقاة جي تي اي في مدري جي تي اي وفي وما ما عرف شي تي اي شنا صراحة يعني خلننشوف الفيديو خلننشوف الفيديو اللي راح نحلله وانطيكم تفاصيل راح تنصدمون من عده والله العظيم راح تنصدمون من عده شوفوا قدامكم يا شباب هذا الفيديو سويته عرض بطيء شوفوا قدامكم شوفوا اللوري وشوفوا السيارات السيارات تشبه لعبة جي تي اي فايف شوفوا قدامكم تشبه لعبة جي تي اي five بالكامل بالكامل ما اك بفرق يعني شوفوا هناك قدامكم الحايط ايضا يشبه لعبة جي تي اي فايف يعني كل الانس يعرفوا هذا اللعبة كلهم يعرفون انها هاي اللعبة بالضبط ما ك الفرق بالسياج اما هاي شخصية الي اول مره حانشوفها واما الجودة القوية صغيرة طبعا هاي شخصية جديدة طبعا هاي ما عرفيه شفاية هال السجن أصلا هال اللعبة حتحط أماكن يعني مثلا شون جي تي اي فايف الحياة الواقعية إذا واحد سوا مصيبة يروح للسجن يمكن باللعبة الجديدة راح يصير هاي شي شوفوا قدامكم الشباب البحر وشوفوا تفاصيل البحر والله العظيم عبالك حقيقة عبالك حقيقة وشوفوا لطيور شوفوا الخيال ما لطيور تفاصيل تخبل تفاصيل تخبل شوفوا قدامكم البحر وهاي المدن طبعا المدينة جنن أحلى من جي تي اي فايف بآلاف المرات مو كمرة لا بآلاف المرات صراحة أنا شفت أكون تفاصيل تشبه لعبة جي تي اي فايف ولكن نتخطاها اللي شون يجبون شي جديد كل شي ماكو جديد شوفوا قدامكم حاليا راح يطلع عشياء جيدة طبعا أنا نصدمت من أشياء سأقولها لكم بس هالي يطلع هذي الإعلان بطعت الإعلان كله شوفوا قدامكم هاي المدينة شوفوا البنايات والله العظيم شوفوا هاي السفينة برمائية هاي بوكان بركة مو بحر هاي بركة جايفة شوفوا هاي طيور شوفوا التفاصيل من الأطيور عباك حقيقة عباك لاش نتقرر في اسم الاشياء تلعب التلفزيون هاي العلامة الصفرة شوفوا هاي المدينة من هنا طبعا إذا كنت مطققة بس ما دروا ما شايف هاي المطقة ايضا شايف بجي تي اي آآ فايف ولكن يعني جديدة هاي جديدة ولكن أقصد يعني الطيارة الطيارة قصد يعنى كدامكم شوفوا هاي صد مت بالتمساح عقب ينبشر وتمساح بلعبة جي تي اي سيكس عقب ينبشر وتمساح شوف هاي الماكن ما التفحيط نذكرني بالسعودية هاي بسعودية كواء ماكن التفحيط كانت شوفوا التمساح يهجي مع الناس شوفوا هاي ما يقتحام هاي شرطة哈哈哈 عصابات لله ت'mon شرطةเوزية شيره ترشفوه تختلف اختلاف جذري عن لعبة جي تي اي فايف هاي الشخصية بطلة هاي بطل هاي بطلة ثانية ايضا يعني شفوا الفلوس البيديهة الكريماشault شفوا هاي الحادث شون يطلع بالاخبار هل يكون قنوات اخبارية لعبة جي تي اي سيكس ماعرف شفوا طلعوا بالاخبار يعني إذا أنت كمش في اللعبة طرعوك بالإخبار والله ما أعرف بس شغلة كلش حلوة شوف هاي دولة ديف حطون أو دولة عصابات هذه العصابات بس المنطقة شايفة بلعبة جي تي اي فاي فاي تشوفوها قدامكم شايفة بلعبة جي تي اي فاي والله العظيم ولكن تختلف تختلف هاي شنالشخصية الجايفة داي سوي شي داي هدد بينا احنا شنهاي شوفوا هاي حاليا شوفوا التفاصيل ما السوبر ماركت داي شوفوا التفاصيل ما السوبر ماركت باع دي شوفوا قا 14 دولار ونص هيش ونص وتسعة وتسعين ليش مو 15 دولار هاي بلأخير أكشف لكم الحقيقة يعني شوفوا قدامكم هاي داي فاحط حاليا هاي لعبة جي تي اي فاي من نزلت أيضا طلعوا ناس مثلي داي ما ضروطون هو كل شي ماكو خلصة الخلاصة العرض الترويجي شوفوا هاي علامة جي تي اي فاي جي تي اي سيكس قاعدة تكتمل ودا الصير طبعا الشباب كل الناس يقولون انه هاي العرض الترويجي يخبلو يجنين هو حلو والله العظيم حلو ولكن اكو لقطات خيرة اي حشاكم يعني لقطات خيرة يعني ولكن الصدمة ان لحده هسه ما انطو الموعد الرسمي الفين ومسا وعشرين يا شهر اخذ مع الشهر بالهاي السنة بنفس الوقت الشواب دوش ما قدمكم هالصور كي حلوة هاي ما اللعبة جي تاي اه سيكس يعني عجبتني كلش هي ما ما بتختلف يعني نفسي شي اه اكو ناس يقولون اه هل هاي اللعبة هل هاي اللعبة او انا اعتقد من وسوقت هل هاي اللعبة ما الجي تاي سيكس راح تقضي على جي تاي فايف يعني يصير مبيعات اكثر انا على اعتقادي نعم اي اكو ناس واي ينتظرو حتى اني من الفين وثلاثة الحادثة انتظر جي تاي سيكس لا من الفين وخمستاش 2016 لا مو الفين سطاش 2016 تحياتي شي تتمنى لعب جي تاي ببل في انو تساطعش تمام قمت انتظر لعبة جي تاي سيكس ولكن الصراحة يعني انا ضربة بوري ليش الاعلان الترويجي ما عبالك يعني لعبة جديدة والله عظيم اكو لقطات تشبه لعبة جي تاي فايف تشبه لعبة جي تاي فايف الحادثة ما شفنا طيقة اللعب العض الترويجي حلو يخبل اي ولكن اكو لقطات تشبه لعبة جي تي اي فايف وبنفس الوقت احنا نريد نشوف طريقة اللعب اذا لعبة جي تي اي سيكس الشفتوه حاليا فقط هي تي اشياء فقط اه جودة او جرافيكس مقدمي بدون اضافات جديدة هاي الشغلة مقززة نعم عزيزي ولكن شفت اشياء حلوة انه واكو حيوانات تهاجم بشر وهاي الشغلة كلش حلوة انه حيوانات تهاجم بشر وبنفس الوقت شفت العرض الترويجي انشاء الله بالعرض الترويجي الثاني اللي راح نشروه قريبا ايضا راح نشوف تفاصيل اللعب احنا علينا اهمشي تفاصيل اللعب لان حاليا احنا شفنا فقط من فوق وفقط حفلات رقص احنا ما نريد نشوف حفلات رقص او دي سكوات لا احنا نريد نشوف طريقة اللعب طريقة اللعب اذا نشروها تمام اعتقد اذا اختلاف جذري اذا اختلاف جذري الناس راح يحبون لعبة جي تي اي سيكس ولكن اذا تتشبه لعبة جي تي اي فايف ليش نزلوها اصلا فقط يربحون فلسوهاي ولكن انا شفت لقطات مسربة سابقة يعني ما عجبتني ما عجبتني لعبة جي تي اي سيكس الصراحة ولكن خنشوف التسريب الرسمي او العرض الترويج الرسمي من الشركة خنشوف هل هاي العرض الترويجي حقيقي ان قبل ستة شهر او سبعة شهر من قالوا انه اكو شخصية بنت راح تنزل في لعبة جي تي اي فايف طلعت جي تي اي سيكس طلعت حقيقية مو شذب صدق نزل الشخصية بنت بطلة حاليا بس لا تطلع طريقة اللعب نفس طريقة اللعب اللي شفناه بالاعلانات الترويجي اللي نزلت قبل ستة شهر اذا نفسه لعبان نفس ولو انا اعتقد مو نفسه ليش لانت كان مسرب من اه البيئته الاولى البيئته الاولى مو البيئته الخامسة والسادسة والعاشرة اللي متقدمين حاليا يعني كل الفيديوهات شفتوه حاليا هاي لعبة جي تي اي فايف جي تي اي سيكس متقدمة اما التسريب اللي شفناه بالبداية هو تسريب بيته الاولى بيته الثاني يعني بداية التطوير لعبان نفس ما حبيناه ولكن ان شاء الله لعبة جي تي اي سيكس راح تحطم الارقام القياسية وان شاء الله قناتي ما تنحضر منها شوكت ما تنزل لعبة جي تي سيكس حتى تصير مشهور بسببه يصير قناتي تنحضر وانظر ببوري وكش ما يصير ولكن هاي صوت هذا المقطع ما طول سويت عرض ترويجي او نزيت فيديو بخصوص العرض الترويجي ان شاء الله اذا استمرت بالقناة وما ان حضرت قناتي خلال السنة القادمة اول وراها قناتي توصل مليون مشترك او مليونين او ثلاثة او مية او ميتين او ثلاثمية او خمسمية او مليار مشترك طبعا احنا نقصد البث مباشر اقصد مقطع الان كنت مضرطه هواي السلام عليكم